بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم يكن الكريملين عند بداية غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي يأمل في أقل من السيطرة على العاصمة كييف خلال أيام لكن بعد أكثر من سنة يبدو أنه لا تلوح في الأفق نهاية للحرب مع استمرار موسكو في مساعيها للسيطرة على منطقة دنباس الشرقية بالكامل ما الذي يمكن أن يفعله بوتين لو خسرت روسيا حرب أوكرانيا في هذا السياق لفت تقرير لمجلة نيوزويك الأمريكية إلى تلميح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف يوم الاثنين الماضي إلى أن فرص انتصار روسيا في أوكرانيا تتضاءل قائلا إن أهداف الزعيم الروسي لا يمكن تحقيقها الآن إلا بالوسائل العسكرية وليس عبر محادثات السلام وأوردت المحررة بالمجلة إزابيل في هذا الإطار ما قاله الدبلوماسي الروسي السابق بوريس بوتدريف الذي استقال علنا بسبب غزو أوكرانيا العام الماضي إذ ذكر أن بوتين لو فشل في الانتصار في هذه الحرب حسب شروطه المفضلة فإنه ربما يضطر في النهاية إلى التنحي وقال بوندريف الذي كان خبيرا في الحد من التسلح في البعثة الدبلوماسية الروسية في جينيف في مايو آيار 2022 يمكن استبدال بوتين فالرجل ليس بطلا خارقا وليست لديه قوة خارقة بل هو مجرد ديكتاتور عادي وأضاف إذا نظرنا إلى التاريخ فسنرى أن مثل هؤلاء الطغاة قد استبدلوا من وقت لآخر لذلك فهم يلجأون عادة إذا خسروا الحرب ولم يتمكنوا من تلبية احتياجات مؤيديهم إلى الرحيل ثلاث سيناريوهات وساقت المراسلة ثلاث سيناريوهات محتملة لهزيمة روسيا ذكرها فلاديو ميخالينكو الخبير في التحول ما بعد الشيوعية لأوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق بجامعة كسيفورد الأول تقهقر فوضوي بسبب هجوم أوكراني مدمر على جبهة أو عدة جبهات سيشمل حالة من الذعر الشديد بين ستمائة ألف مستوطن روسي بعد عام 2014 في شبه جزيرة القرم والمتعاونين الروس في دنباس الذين سيحاولون الهروب وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انهيار سريع في الخطوط الأمامية أما السيناريو الثاني فهو أن تلجأ روسيا لانسحاب من القتال شبيه بما حصل في الحرب العالمية الأولى أي على غرار انهيار الجيش الروسي في 1916 و 1917 بخصوص السيناريو الثالث تقول المحررة إن الحرب في أوكرانيا ربما تستمر لمدة سنتين أخريين مع تزايد الصخط في روسيا وتقه قروس بطيء في بعض الأماكن وإبقاء القوات على خط المواجهة في مناطق أخرى وعلق ميخانيكو على السيناريو الثالث بقوله إنه على عكس السيناريوهين الأولين يظل السيناريو الذي يتمتع فيه بوتين بفرصة أكبر للمناورة وبالتالي الحفاظ على وجوده وختمت نيزويك بما قاله بوداريف من أنه لا ينبغي إعطاء بوتين أي فرصة لتسويق ما حدث بأوكرانيا على أنه انتصار بل يجب إذلاله على حد تعبيره نيزويك قالت إنها تواصلت مع وزارة الخارجية الروسية للتعليق على هذا الموضوع لكنها لم تتلق ردا ولكن في الختام هل تعتقدون أن بوتين يمكن أن يتم أكله بهذه الطريقة السريعة ويمكن له أن يستسلم أو يرحل أم أنه ربما يفجر حرب عالمية ثالثة كما يقول كثير من المتابعين والعالمين بشخصية بوتين أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته